من بعد صورة يناير ظهر الكلام عن الدهب المصري لما الصحافة بدأت تنكش في ملف منجم السكري وبعده انتشر الكلام اللي بيتهم الجيش إنه مسيطر على مخزون الدهب المصري وتسخيره لحسابه ولما زادت الأزمة الاقتصادية في السنين الأخيرة كتر برضو الكلام عن عدم استفادة النظام من ثروات مصر زي الدهب اللي أغلبنا ما يعرفوش بقى إنه وإحنا بنتساءل عن دهب مصر ومين اللي مسيطر عليه فيه حرب حرفياً دايرة في صحراء مصر الشرقية على الدهب حرب فيها الجيش والشرطة وإعصابات وسوق سودة وكل شوية بيتقتل فيها ناس كتير من كل الأطراف دي إيه حكاية الحرب دي وتاريخها؟ هيا بنا نشوف لو أنت من الناس اللي ما تعرفش عن الدهب المصري غير أخبار منجم السكري والأخبار اللي هي قليلة أصلاً لسبب ما نعرفوش أحب أقولك إن مصر فيها حوالي 270 منطقة فيها دهب بكميات مختلفة منها 120 منجم بيتم استخراج الدهب منهم بالفعل من زمان مع ذلك النظام في مصر رغم الأزمة الاقتصادية الرهيبة شغل بنظام عشان عليك يا رب في موضوع الدهب ومش واخده جد بالعكس دا بيشتري دهب من بره بكميات كبيرة وفي سنة 2022 لوحدها مصر اشترت حوالي 47 طن دهب من بره حتى واحدة ورغم ذلك برضو الدهب دا ولا استفدنا منه بمليم ولا نعكس تأثيره على سعر الجنيه اللي الدولار بياخده كل يوم ورمزنا على الكراسي مع ان احتياط الدهب لأي بلد وضعها طبيعي لازم ينعكس على عملتها المهم اغلب مناطق استخراج الدهب في مصر موجودة في الصحر الشرقية واللي موضوعنا النهاردة عن حرب الدهب اللي بتحصل فيها في الخريطة دي المناطق اللي فيها نقط حمراء هي المناطق اللي موجود فيها مخزون دهب بكميات مختلفة واستخراج الدهب جزء من ملفة او شغلانة كبيرة وهي التعدين يعني استخراج المعادن بمختلف انواعها وزي اي صنعة او شغلانة التعدين في مصر فيه تلت اجزاء جزء بتاع الدولة يعني بتعمله شركات الحكومة وجزء تاني بتاع شركات القطاع الخاص وجزء تالت كبير جدا وهو الشغل اللي بتعمله مجموعات او عائلات بشكل برا سيطرة الحكومة الطبيعي لو انت عاوز تفرض نظام محترم لاستغلال صراوات البلد هو انك اي نعم تخلي كل يشتغل تحت اشراف الدولة بس بشكل عادل يحقق مصالح الكل والحكومة تاخد حق الشعب مش الدولة سواء نسبة من الاستخراج او الضرائب او غيره بس اللي حصل هو ان الدولة في مصر زي ما بتعمل في كل حاجة يعني اتعاملت مع ملف التعدين بغشومية عملت مشكلة اكبر ودلوقتي بتحاول تلاقي حل المشكلة الاكبر دي خصوصا ان مصر عندها صروة دهب يعني ضخمة يعني منجم السكري الواحده فيه حوالي 6 مليون اوقيت دهب اللي حصل هو ان جزء كبير من عائلاته الصعيد كل ما تنزل للجنوب كده يعني في انا واسوان شغالة في استخراج الطفلة والجرانيت والحجارة من زمن الدولة ايام مبارك حاولت تنظم الموضوع ده بحيث يبقى تحت سيطرتها بالكامل فحولت هيئة المساحة الجيولوجية اللي كانت مسؤولة عن التنقيب عن المعادن واللي كانت تابعة وزارة التجارة والصناعة حولتها للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وخلتها تابعة وزارة البترول حصلت ثورة انقلاب يناير واللخبطة اللي بعدها وبعدين حصل انقلاب 2013 وجي نظام السيسي اللي قالك احنا لازم نسيطر على كل حاجة فراح عامل شركة اسمها شلاتين للثروة المعدنية ودي ملكيتها توزعت على تلجيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاع الجيش طبعا والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدنية وفي 2014 اتعمل قانون جديد للتنقيب عن المعدن عموما وبطبيعة الحال يعني ينطبق على الدهب اللي هو اغلى حاجة بتستخرج من الصحر الشرقي والجيش والشرطة بقوا مسيطرين على كل حاجة في عمليات الاستخراج وباقت الدولة بتديق على كل الشركات او القطاعات الصغيرة اللي بتستخرج اي معاتل من اول التحكم في كمية الصولر اللي بتتصرف لهم عشان العربيات اللي بتحركوا بيها هناك بين المحاجر واللي بيحملوا عليها الصخور اللي فيها المعدن قبل ما يتم معالجتها كيمائيا مرورا بفرض رسوم وكارتة على العربيات دي وهي ماشي على الطرق لغاية فرض اتوات من غير حتى مسمى قانوني الهدف من التديق ده كان خان المنقبين اللي بيشتغلوا بشكل حر عشان شركة شلاتين هي اللي تسيطر على كل حاجة بس الكلام ده برضو ما تطبقش على كله بالعكس بقى في طبقة من المنقبين او الشركات الصغيرة اللي اصحابها مسندين من ناس في الجيش والحكومة والطبقة دي بتعد من الكلام ده كله ده غير ان الشركات اللي برا شركة شلاتين اللي تسمح لها بالشغل بسهولة يعني اغلبها مملوكة للوقات جيش وسرطة متقعدين نتيجة التديق ده كله يعني ناس كتير من اللي كان اكل عيشهم قايم على محاجر استخراج الحجارة والجرانيت والطفلة وغيرها غيروا نصطهم وقرروا يشتغلوا في الدهب لانه اغلب والمكسب اللي هيطلع منه هيغطي كل الضرائب والرسوم والاتوات بتاعة الدولة وهنا كانت بداية المشكلة المشكلة اللي الدولة هي اللي صنعتها وبتحاول تحلها دلوقتي وبتكلفها ارواح من المدنيين والشرطة والجيش الشغل في استخراج الدهب بيبدأ من المنجم او مكان تواجد الدهب وده بيبقى في الجبل بيتم استخراج يعني قطع الصخور اللي فيها عروق الدهب وبتتنقل بعربيات كبيرة للمدن في اينة واسوان ودي فيها اماكن يعني فيها طواحين بتكسر الحجارة دي لقطع صغيرة كانت من مركز ادفو في اصوان اللي انطلق منه موضوع التنقيب الحر عن الدهب ومحاولة الهروب من بلطاكة الحكومة وبعد كرة امتد الموضوع لمحافظة اينة وانتشر المنقبين الجدد عن الدهب من اينة واسوان بطول البحر الاحمر وجباله وبعمق الصحراء الشرقية بس بقى فيه اماكن هي اللي عليها المنافسة اكتر من غيرها لان مخزون الدهب فيها اكبر الناس اللي بقت تنقب بشكل حر برا سيطارة الدولة عن الدهب بقى اسمهم الدهابة وده المصطلح اللي بقى منتشر جدا في طول الصحراء الشرقية وعرضها شركة سلاتين حاولت تسيطر على شغل الدهابة دول فعملت مناقصات للتنقيب عن الدهب بشرط انها تاخد نسبة من الانتاج بس الدهابة رفضوا لان الشركة كانت بتفرض نسبة كبيرة جدا بالتالي استمروا في شغلهم برا سيطارة الدولة المشكلة كمان ان شركة سلاتين كانت بتحط في المناقصات اللي بتعملها للدهابة دول مواقع الدهب فيها قليل وبتدي المواقع اللي مخزونها من الدهب عالي للشركات القريبة منها والأغلبها بتاعت قيادات جيش وسرطة متقعدين ده غير ان السروط التانية عشان تاخد موقع دهب محترم من شركة سلاتين سروط صعبة على أغلب الدهاب لان منها مثلا انك تعمل شركة بمليون جنيه وتحط مليون تانين تأمين والعينات اللي هتطلعها في بداية شغلك من أي موقع لازم تتحلل في معامل شركة سلاتين وممكن يقول لك المكان ده مفيش فيه دهب كتير بينما المكان ممتاز عشان الشركة تدي الموقع لحد من الحبايب الجو الشمال ده كله خلق كارسة جديدة وهي ان بقى عندنا دهابة عاوزين يشتغلوا برا سيطرة الدولة واللي هو بالمناسبة ده حق المواطن ما هو الدهب اللي في الأرض ده ملك الدولة بتاع ايه يعني ويرسيته من اين هي حطة ايدها على كل حاجة في البلد بلطجة فاصبح عندنا دلوقتي حملات أمنية مستمرة من الجيش والشرطة على مواقع شغل الدهابة دول وعندنا كمان منافسة شارسة بيستخدم فيها السلاح بين الدهابة دول وبعض لأن فيهم دهابة كبار ومن عائلات كبيرة ودهابة صغيرين نتيجة الوضع ده ظاهرت الحاجة لحد يشيل سلاح عشان يحمي الدهابة صغيرين ولأن أغلب مناطق التنقيب عن الدهاب وسط الجبال بالتالي نشأ مجتمع مرعب جوه الجبال دي المجتمع ده بعيد عن سيطرة الدولة واللي عايشين في المجتمع ده هم أولا الدهابة ودول بقى التقال والكبار منهم بيعملوا زي ميليشيا كده من عائلاتهم الكبيرة في الصعيب مدججين بالسلاح عشان يحموهم والميليشيات دي طبعا لازم تعيش جوه الجبل لأن لو حصل اعتداء على قريبهم مش هيبقى فيه وقت يتصلوا بيهم ويجوا فبقى الجبل موطن لجماعات مسلحة ومكانتك في الجبل بتعتمد على قوة عيلتك وعزوتك وسانيا العصابات بقى اللي نشأت من بلطجية وسوابق وناس هربانة من أحكام العصابات دي هي كمان مسلحة وشغلها قايم على حماية الدهابة الصغيرين مع الوقت العصابات دي كبرت وضمت ناس كتير لأن مكسرها كبير وبقت تفرض اتوات على الدهابة عشان تسيبهم يشتغل والعصابات دي لما شغلها كتر جابت مسلحين كتير من السودان وتشاد وغيرهم أولا لأن كل دول قادرين يتعايشوا مع جو الصحراء وقدرتهم على حمل السلاح أكبر وكمان ملهمش تمن يعني اللي بيموت فيهم بيحفروا لحفرة في الصحراء ويرموه فيها وخلاص وانتهى الموضوع البلطجية بتقول العصابات بقى اسموهم الغرابة الأغراب يعني يبقى احنا كنا عندنا ميليشيات فيها أشخاص كتير مش مصريين وشغلها خارج سيطرة الدولة ومسيطرة على نشاط ممكن يدخل مليارات للبلد لو اتعاملت معاه بمسؤولية وعندنا كمان نشاط اقتصادي كامل بيودار برا سيطرة الدولة بشكل غريب النشاط ده هو بيع الدهب اللي بيستخرجوا الدهب من الجبال في كذا منطقة في أسوان الفكرة ان التجار الكبار اللي بيشتيروا الدهب من الدهب في أسوان ناس تقيلة ومعروفين للأهالي والحكومة ومسنودين من شخصيات في الدولة زي ما الناس هناك كلها عارفة والتجار دول عندهم محلات دهب كبيرة في القهار بيبيعوا فيها كل الدهب اللي بينزل من الجبل مع مرور الوقت على كل الأنشطة دي زاد قوي عدد الأفارقة اللي موجودين في الصحراء الشرقية واجبالها بقوا بالألاف من السودان وإريتريا والصومال وتشاد وغيرهم ودول مش بس شغالين مع العصابات لكن جزء كبير منهم شغال مع الدهابة لأنهما بيتحملوا بهدالة الشغل أكتر من المصريين والواحد من الأفارقة دول ممكن ينزل يجيب الدهب من حفرة 200 متر نتيجة التعائدات دي كلها بقت الحاجة للعصابات وسط الدهابة بتزيد نشاط العصابات بدأ في 2017 على يد اتنين من القبائل اللي موجودة في إنا وأسوان الأولانية هي قابلة الجعفرة اللي طلع منها واحد من مؤسسي العصابات دي اسمه حمد يابو صالح والقابلة التانية هي قابلة العزيزة واللي طلع منها تاني مؤسس لنشاط العصابات في جبال التنقيب عن الدهب وهو راشد عباس كل واحد من الاتنين دول بقى يفرض إتوات على الدهابة وعشان يثبتوا أن يستحق الإتوات دي لازم يعاقب أي حد يرفض بالتالي كان الواحد منهم بيقتل أكتر ما بيتكلم كل ده والدولة مش قادرة تحل الكارثة اللي عملتها بسبب طمعها وبلطجتها وسيطرتها على نشاط المحاجر وطرد المنقبين منه عصابة حمد أبو صالح دي كان أغلب أعضاءها من الأفرقى من السودان وتشاد لأن الناس دي عندها خبرة في حمل السلاح والحرب في السحرة بالتالي جزء كبير من الدهابة بقى يلجأ لأبو صالح ده عشان يحميهم وعشان يإيمانوا شرب بسبب زيادة نفوذ أبو صالح حصلت حرب حرب بجد بينه وبين عصابات راشد عباس حرب مات فيها ناس كتير جدا من الدهابة وعائلاتهم والعصابتين والدولة كانت عجزة عن التصرف لدرجة أن نشاط التنقيب عن الدهب اتوقف بالكامل في كل المناطق في جبال الصحر الشرقية اللي فيها دهب سواء نشاط الدهابة اللي بره سيطرت الحكومة أو حتى شركات الدهب اللي واخدها تصريح من الدولة وكعادة الدولة اللي دايما بتتدخل متأخرة عشان تحل مشكلة هي اللي عملتها بعد شهور من حرب راشد عباس وحمد أبو صالح الدولة بعتت حملات أمنية من الجيش والشرطة الحملات دي اشتبكت مع العصابتين وتأتى الحمد أبو صالح وتصاب راشد عباس ويقال إنه هرب على السودان بس رغم القضاء على راس العصابتين اللي إن المشكلة ما تحلتش لأن العصابتين دول اتفككوا وبقوا عصابات جديدة صغيرة كتيرة العصابات الجديدة دي لأنها بقى كتيرة نشاطها بقى أوسع وبقت تفرض إتوات جديدة على الدهاب وبقت تطارد العربيات اللي نازلة بالدهب من الجبل رايحة أسوان وإن وتقتل اللي فيها وتستولي على الدهب ده نشاطها امتد كمان للمدن القريبة من الجبل فبقت تبلطج على الأهالي وتقتل منهم وتسرق المحلات كل ده والدولة سملة عليها وقفة تتفرج بعد شوية ظهر قائد جديد في عالم العصابات في جبال الدهب اسمه أحمد أبو العباس من قبلة العزيزة برضه أحمد أبو العباس ده دخل حروب تانية عشان يوحد العصابات الجديدة الصغيرة تحت سيطرته وزاد القتل والخطف في الجبال والمدن أبو العباس ده دخل حروب كمان ضد الجيش والشرطة اتقتل فيها أفراد كتير منهم ومن ضمن الاشتباكات دي معركة كبيرة في يناير اللي فات اتقتل فيها ملازم أول شرطة اسمه محمد الكلاني مع زيادة الاشتباكات بين الجيش والشرطة من ناحية وعصابات الدهب من ناحية تانية الدولة فكرت في حل خزعبلي عشان تتصدى للعصابات دي حل زي اللي حصل في سينا لما الجيش استعان ببعض القبائل ودهم سلاح وعمل منهم ميليشيا تحارب الإرهاب الدولة لجأت لقبيلة مشهورة في جنوب مصر اسمها العباب ده قبيلة منتشرة جدا في جنوب مصر من إينا لغاية أسوان وعندها أفراد وسلاح كتير جدا والدولة تفقت مع العباب ده إن هم يحاربوا عصابات الدهب مقابل إن هم يخطوا حق التنقيب عنه في مناطق من أحسن الأماكن ورجع التاني الاشتباكات بس المرة دي بين العباب ده من ناحية وعصابات الدهب من ناحية تانية واقتصر دور الشرطة على مرائبة الطرق الدولية اللي بتودي على الجبل واقتصر دور الجيش على مرائبة اللي بيحصل بالطيرات بدون طير ولما العباب ده بيدخلوا حتة كان موجود فيها العصابات أفراد الجيش بيدخلوا معهم بس العصابات برضو ما وقفتش عجز لأن في نوفمبر اللي فات عصابة أحمد أبو العباس عملت كمين للشرطة وهي بترحل مساجين من رجالة العصابة وقدروا يهربوا سابعة منهم بالفعل وقتلوا أمين شرطة وعشان يعلموا على الحكومة ضربوا النار على رجلين أفراد الشرطة اللي كانوا بيرحلوا المساجين وأصابوهم إصابات تعجزية يعني الشرطة قالت لك احنا ما ينفعش نسكت على اللي حصل ده راحت هي كمان عاملة كمين للعصابة بعد شهرين من الواقع دي لكن كالعادة لأن الدولة بتتصرف بشكل غشيم فأثناء الكمين والاشتباكات اتقاتى الناس من الأهالي المدنيين بالغلط فأسارهم اشتبكت مع قوات الدخلية والدنيا ولعت وتقطعت كل الطرق الجيش هو كمان راح مشدد الحصار على الطرق وأماكن نزول عربيات الدهب من الجبل وأي حد يتمسك شغال في التنقيب خارج سيطارة الدولة بقى يتحول لمحاكمة عسكرية والدخلية عملت حمالات ضد السودانيين وباقي الأفرقى اللي موجودين في إينا وأسوان راحت عصابة أحمد أبو العباس ردت بكمين لعربيات شرطة كانت في المأمورية ودي اللي اتقتل فيها الملازم أول محمد الكلاني اللي قولنا عليه من شوية الكر والفردة بين الجيش والشرطة وقابلت العباب ده من جهة وبين عصابات الدهب من ناحية تانية عمل شلل في شغل التنقيب عن الدهب حتى بالنسبة لللي شغالين مع الدولة شلل لمدة شهر كامل ما بين يناير وفبراير اللي فاته بس الفكرة أن لغاية دلوقتي لا المعارك بين الدولة وبين عصابات الدهب خلصت ولا مشكلة الناس اللي كانت بتنقب عن الحجارة والجرانيت والدولة قفلت عليهم فاضطروا يشتغلوا في الدهب اتحلت ويبقى الوضع على ما هو عليه رغم كل نزيف الدم اللي بيحصل وكل ده بسبب غلطتين أو مصيبتين عملتهم الدولة في الملف ده الأولانية هي الطمعة اللي خلها تخنق يعني اللي بينقبوا عن الحجارة في محاجر الصحراء الشرقية وتقفل عليهم أكل عيشهم عشان تعمل هي شركة الجيش مساهم فيها وتستولي على كل حاجة والتانية هي تجاهل مصالح مواطنين أي نعم نشاطهم كان محتاج تقنين لكن تقنين يراعي أكل عيشهم هم مش شرقة الحكومة المصيبتين دول خلقوا واقع أبشع مليون مرة وهو العصابات الإجرامية اللي بقت تقتل حتى أفراد الشرطة واللي يكسف إن الدولة فرضة تعتيم كامل على الملف ده لأنها مش عاوزة تعترف بغلطتها كالعاد عشان كده كل الأوضاع دي مستمر لغاية ما ربنا يبعث الحل من عنده ونشوفكم على خير إن شاء الله